كيف ببعث منتجاتي مباشرة على مستوضع أمزن بالإمارات أو بالسعودية؟ هيدا السؤال أحد الأسئلة يلي عدد كتير كبير منكن بيسأله وبيترك تعليقات بالكومنتس بأسفل الفيديو ياتبعنا بهيدا الفيديو رح نجاوب على هيدا السؤال مش بس هيك رح نحكي عن كيف فيكن تاخدوا موعد لحتى توصلوا منتجاتكم على مستوضعات أمزن بالإمارات أو بالسعودية وكمان رح نحكي عن أسرار بسيطة من خلالها إذا تتبعتوا هول الأسرار فيكن أنه تتأكدوا المنتجات تبعكن رح يوصلوا على المستوضعات ومش رح يكون فيه أي مشكلة نهائيا إذا بهمكن تعرفوا كل هول المعلومات كل شي اللي يكن تعملوا خليكن عم تحضروا إذا هيدا أول مرة عم تحضروا فيديو على هيدا القناة هاي أنا كريستل مؤسسة أمزن سيلر سوسايتي أو مجموعة باعة أمزن وباعة على أمزن هدف المجموعة هو مساعدة رواد الأعمال والشركات أن يستفيدوا من منصة أمزن وينجحوا على منصة أمزن تحديدا بمنطقة شرق الأوسط إذا بهمكن تنضموا للمجموعة وتعرفوا أكتر عن التدريبات المجينية والمدفوعة كل شي عليكم تعملوه هو إنكم تطلعوا بسندوق الوصف بأسفل هيدا الفيديو طريقة يعني إنه تبعتوا المنتجات على مستودعات أمزن بالإمارات أو بالسعودية أو حول العالم حتى هي طريقة بالبداية بتكون شوي صعبة لأنه تقنيا شوي معقدة ولكن بعد فترة ومن بعد الممارسة رح تكتشفوا إنه طريقة سهلة جدا منظمة جدا وطريقة رح تساعدكم إنه تقدروا تبيعوا منتجاتكم وتبعتوا منتجاتكم على مستودعات أمزن وين ما كنتوا أنتوا ساكنين هيدا الشي الحلو بأمزن إنه ما نكون مضطرين تكونوا عايشين بالبلد يلي أنتوا عم بتبيعوا فيه ممكن تكونوا عايشين بأي بلد آخر وعم بتبيعوا على أمزن بالإمارات هيدا الحرية يلي أمزن بيعطونا إياها وهيدا النظام يلي هني اخترعوا لذلك ضرورة تتعلموا كيف هيدا النظام بيشتغل لحتى تقدروا تستفيدوا خلينا نبدأ بكيف بدنا نعمل خطة شحن ومن بعدها نحكي عن الموعيد وطريقة أخذ موعد على أمزن على الكارير سنتر النظام يلي استحدسته أمزن لحتى تقدروا تاخدوا موعد وتوصلوا منتجاتكم على مستودعات أمزن خلينا ننتقل على الكمبيوتر أول شي بتفوتوا على الحساب تبعكم وأهم شي لحتى تقدروا تبعطوا منتجات على مستودعات أمزن المنتجات مفروض يكون منعملها لستين يعني خلاص صارت موجودة بقلب ما يعرف بكتالوج أمزن وتحولت للFBA كمان لحتى تقدروا تبعطوا المنتجات تبعكم إذا ما نكون مأكدين كيف هول التفاصيل بينعملوه طبعا رح اترك كل الفيديو ياتي اللي ممكن يساعدوكم رح اترك الروابط للفيديو ياتي بسندوق الوصف بأسفل هيدا الفيديو ومن وقت لوقت رح تشوفوا انهم عم يطلعوا هون سوف يكون تكبسوا عليهم وتحضروا هون أو هون وحدة منهم طيب نحنا في عنا منتجات معينة وبدنا نبعطن على مستودع أمزن المنتج اللي نحنا بدنا نجي ومنكبس عليه هون ومنختار سند ريبلانش انفنتري شو يعني سند ريبلانش انفنتري يعني نحنا او بدي ابعت المنتجات لأول مرة او بدي زيد الكمية يلي موجودة بالمستودع هيدا شو بيعني ريبلانش سو انا بدي ابعت الانفنتري بكبس هون منتظر بضعة السواني وبينقل لأمزن على صفحة جديدة طبعا هيدا مش اول مرة نحنا منقوم بارسال هيدا المنتج لذلك ممكن انه الصفحة تكون مختلفة عن الصفحة اللي رح تظهر عندكن ولكن الموضوع هو نفسه بالبداية هوني عم يسألوني هل يا تورا انا بدي اعمل خطة شحن جديدة او بدي زيد على خطة شحن already اصلا موجودة طبعا انا بدي اعمل create new shipping plan بدي اعمل shipping plan جديدة خطة شحن جديدة عم يسألوني من وين بدون ينطلقوا هول المنتجات طبعا لانه نحنا عاملين خطة شحن سابقة العنوان اللي موجود هون هو عنوان لمصنع مختلف انا بدي اغير هيدا العنوان لانه منه مناسب شو هو هيدا الships from address هو العنوان مطرح ما عم ينطلقوا المنتجات تبعكن يعني عنوان المصنع تبعكن بالصين او عنوان كون انتوا داخل الامارات او السعودية او وين ما كان المنتج من وين عم ينطلق هل يا تورا صراحة هيدا العنوان هل قد مهم بالنسبة لامازن لا بس كمان مهم بالنسبة لالكن لانه وتتحطوا الships from address بس اذا كان عنوان بالصين تطلع الليبل الورقة يلي لازم تتلزق على جنب السندوق تطلع باللغة الصينية يعني سهلة عليهم انهم يفهموها افضل انكم تتعودوا انه تحطوا العنوان الحقيقي ومش تحطوا العنوان هيكي بس لحتى تحطوا عنوان افضل انكم تتعودوا على هيدا العادي لازالك هيدا العنوان منه عنوان صحيح انا رح اكبس ship from another address رح حط عنوان اخر برجع ابعد لكم اذا هيدا اول مرة انتوا عم تعملوا خطة شحن ممكن انه يبين عندكم بيانات مختلفة جدا هوني بالاسفل متل ما بتلاحظوا في وين انا بدي اعمل من وين العنوان سوفيني اختار انا United Arab Emirates اذا المنتجات عم بينطلقهم من عنده من الشركة من المنزل من المستودع من اي مكان داخل الامارات او اي بلد اخر مثل الصين مثلا طبعا حسب البلد بتلاحظوا انه التفاصيل رح تختلف يعني لو تاكبس china بتلاحظوا انه التفاصيل كل اياتها اختلفت بين ال city وال region كل اياتهم مهمين اذا ما نكونوا مأكدين مية بالمية من العنوان بكل بساطة تواصلوا مع المصنع تابعكم لحتى يعطيكم العنوان متل ما هو قلوله بدي العنوان يلي بيدخل على قلب امازون احلما نحط عنوان جديد انا رح استعمل عنوان اصلا مستعملينه من قبل لحتى نسرع الموضوع شوي استعملنا عنوان نحنا اصلا مستعملينه من قبل وبتلاحظوا بنرجع على الصفحة اللي كنا عليها وهون امازون بيسألوني individual products او case packed items نوصل على اول سر دايما جربوا استعملوا case packed items شو الفرق؟ الفرق هو طبعا انتو بحاجة لهيدا الموضوع اذا عم تبعطوا اكتر من منتج او اكتر من variation اكتر من تنوع لهيدا المنتج يعني اذا انتو عم تبعطوا نفس المنتج ولكن بلونين مختلفين هون انا عم بقول لامازون عم ببعط صندوقها فيها هول اللونين او عم ببعط صندوقتين كل صندوقها فيها اللون المختلف كذلك اذا عم تبعطوا اكتر من منتج هون انا عم بقول لامازون كل المنتجات انا حططتهم بكرتوني واحدة او كل منتج واصل بكرتوني لحالة دايما استعملوا case packed items لانه هاي دي الطريقة بتكون انسبوا اسهل عند وقتا يقوموا الفريق بالمستودع انهم يستقبلوا ريسيف هول المنتجات رح يكون اسهل عليهم انهم يقطعوا المنتجات ويصيروا المنتجات live واكتف على المنصة لذلك جربوا دايما اتواصلوا مع المصنية تابعكم اذا عندكم اكتر من لون او اكتر من منتج دايما اطلبوا منهم انهم يحطون case packed انهم يحطون كل لون او كل حجم اذا كان في احجام بسندوقة منفصلة عن الاخرى وما ينحطوا كل اياتهم بسندوقة واحدة اذا كنتوا انتوا عم تبعتوا المنتجات من منزلكم من شركتكم هيدا الموضوع صار سهل عليكم كتير انكم انكم تعاملوا وتجهزوا case packed items رح نختار هيدا ورح نروح continue to shipping plan ضرورة تعرفوا التفاصيل هيدا اللي انتوا بحاجة لإلى لحتى تقدروا تعملوا shipping plan من الضرورة يكون عندكم البيانات التالية وهولي البيانات اللي بتكن تدخلوهم داخل shipping plan تبعكم واحد ضرورة تعرفوا كل unit كل قطعة قدي حجمة بالسنتيمترات وقدي وزنة هولي الشغلتين ضرورة تعرفوهم لانه هولي ضرورة تحطوهم وقتها amazon يطلبوا منكم داخل shipping plan تانيا ضرورة تعرفو الصندوقة يلي فيه بداخلها المنتجات اول شي حجم الصندوقة بالسنتيمترات وزن الصندوقة كمان وعدد الصندوقة وكيف موزعين المنتجات داخل الصندوقة هولي كل اياتهم فيكن تطلبوهم من المصنع تبعكن واصلا انتوا بحاجة لإلون اذا بتكن تبعتوا المنتجات من خلال شركة شحن منفصلة عن شركة الشحن تبع المصنع وهولي كل اياتهم بيسمون packing list يعني كيف المصنع عم بيوضي بالمنتجات او لائحة توضيب الpacking list بتجي بتخليكم تعرفوا كل هولي المعلومات لانه انتوا بحاجة انه توضحوا هولي المعلومات لامازن بكل بساطة خطة الشحن هي بمجرد ما انتوا توضحوا لامازن كمية المنتجات يلي انتوا عم ترسلوها كمية او عدد اليونتس الوحدات يلي انتوا عم تبعثوها اضافة لكيف عم نبعثون كم صندوقة وكل صندوقة قدي فيها عدد الوحدات قدي حجم كل قطعة وقدي حجم الصندوقة هولي التفاصيل كل اياتهم مهمين لانه وما لازم انه تحطوا حيالله شي لانه تذكروا رسوم ال FBI تجي حسب وزن وحجم القطعة او اليونت تبعكن صدروري تكونوا حاطين الارقام الصحيحة ما بدنا انه امزن يحطوا يعني يدفعوكن زيادة حق ال FBI طبعا هنه بيقوموا بياخد اليسات وبيوزنوا المنتجات وطي يوصلوا لعندول على المستودع بس ما حدا بيعرف ما بدنا انه نعمل هيدا الخطأ وهيدا الغلطة اضافة انه ضروري نفسر لهم كيف المنتجات رح يوصلوا على مستودع امزن سو من بعد ما نكون حطينا الوزن والحجم تبع المنتجات تبع اليونت تبع القطعة هوني نوصل لمحل امزن عم بيطلبوا منا اليونت سبر كيس يعني الكيس يعني الكارتوني او السندوقة الرئيسية كم قطعة جايه بالسندوقة وكم سندوقة خلينا نحنا بس كمثل للفيديو اللي عم نعمله اليوم خلينا نقول انه نحنا عم نبعث توتل عم نبعث 100 قطعة على مستودعات امزن مقصمينهم 50 ب50 يعني سندوقين 50 ب50 سو هوني عم يسألوني يونت سبر كيس كم قطعة بالسندوق 50 كم سندوق 2 بيطلعوا توتل يونتس 100 مش الحال بكبس continue ومنكمل على المرحلة التانية هاي دي المرحلة التانية صراحة هي مرحلة ما فيها اي هدف بامازون الامارات او بالسعودية لانه هاي دي المرحلة هي فقط رح تستعملوها اذا كنتوا عم بتبيعو بامازون.com او بامازون اوروبا هي فكرة انه احنا فينا نبعث المنتجات يعني مش مجهزين مش معدين ما عليهم بار كودز يعني هاي دي هي الفكرة ما عليهم بار كودز وفينا نطلب من امازون انه هنه يحطو لنا بار كودز بس برجع بعيد هيدا الموضوع غير موجود بالامارات وبالسعودية مفروض المنتجات يوصلوا على مستودع امازون الامارات او بالسعودية عليهم بار كود جاهز لحتى يقدروا يستقبلون وإلا ما بيستقبلون اذا بتطلعوا هون بالسؤال who prepares مين عم بيجهز هيدا الطلبية بتلاحظوا انه ما في غير seller يعني انتوا الباقيعين ما في امازون لذلك منختار seller ومنعمل continue هيدا كل ياتو ما بيعطينا اي شي نوصل لهيدا المرحلة امازون رح يعطونا ال FNSKU البر كود يلي من المفترض انه ينحط على كل منتج بمنتجه كل المنتجات يلي مفروض توصل على مستودعات امازون كل منتج كل قطعة يلي انتوا بتعتبروها unit قطعة مفروض يكون عليها بار كود لحتى امازون يعرفوا شو هي ويقدروا يدقوا فيها اكتر وتتوصلوا وتنحط عندهم بالمستودعات فيكن تكبسو print labels لحيطلع لكم صفحة عليها 100 label انه نحنا اه انه اه انه اه انه اه انه عم نبعت 100 قطعة وفيكن اذا بعد ما عندكن يهون هول ال labels فيكن تبعتوهم لعند المصنع لحتى هو يطبعهم ويحطهم على المنتجات تبعكم او اذا كانوا المنتجات بيمتناول ايديكن فيكن تطبعوا هول البار كود وتلزقوا كل البار كود على المنتج اوكي بنمشي بنكمل على continue هون منكون خلصنا من المنتجات هون منفوت اكتر ب فعلا كيف تجهيز للشيبنج بلان او خطة الشحن مثل ما بتلاعظوا هون في اسم معين منسمي خطة الشحن انا بفضل انكم تسموا مش تستعملوا التسمية تبع amazon ولكن سموا خطة الشحن شي ممكن تتذكروا طبعا اذا انتم عندكم منتج واحد يمكن سهل عليكم وتيسير عندكم عدد كبير من المنتجات مش رح تتذكروا كل خطة شحن لاي منتج لزلك دايما استعملوا اسم المنتج داخل خطة الشحن وحطوا الديت حطوا النهار يلي انتم عملتوا فيها هايدي خطة الشحن لحتى تقدروا تتذكروا بطريقة سريعة شو هي خطة الشحن او فيكن تتركوا العنوان يلي amazon هني حطينو ومتل ما ملاحظين هون ضغري اوتوماتيكيا نقلوا لانه هول المنتجات بدنا نبعتهم على مستودع dxb4 بي توباي رح نحط تاست هوني هولي كل التفاصيل نعمل ابروف شبمنت لانه نحنا مأكدين من الشحن من بعد ما نعمل ابروف شبمنت منوصل لهون عنا بعض التفاصيل عم نعرف انه نحنا بيعطين one master sku بيعطين منتج واحد بيعطينه case packed items متل ما قلنا وهيدا العنوان شو فيه prep fees ما فيه اي اضافات انا بدي ادفعهم لانه amazon مش عم يعملولي شي اللي عم بحطوا label ولا عم يعملولي شي كل التفاصيل الواضحة قدامي حطين انه انا عم ببعت master sku منتج واحد عم ببعت send u in وعم ببعت meet قطعة هول هن التفاصيل اللي انا فوتن مأكد مننون خلينا نكمل لحتى نعمل work on shipment لحتى نشتغل اكتر على كل التفاصيل وتنقبس work on shipment متل ما بطلاحظه بيعطوني عنوان amazon كل ياتو متل ما هو وبيعطوني ال id تبع الشحنة ولكن في بعض الوقت لحتى يطلع ال amazon reference id هول الرقمين انا بحاجة لقلون لحتى اقدر اخد موعد رح تشوفو كيف بنا نعمل هول التفاصيل هون بدنا نكمل لحتى ننهي خطة الشحن ننزل تحت على رقم 2 نوصل على delivery service هون عم نقون لامزن او نحنا عم نبعت spd او عم نبعت ltl sbt يعني انا عم ببعت صندوق صندوق بكمية قليلة ltl انا عم ببعت palletate بكمية كبيرة pallet هي هيدا الشي اللي بيجي على طبلية خشب بكونوا الكاراتين كلياتهم محطوطين وملفوفين كلياتهم سوا او انا بدي ابعت snedi منفصلة او بدي ابعت ltl اللي هي pallet انتو بتختاروا ايها المناسبة للكن رح نختار نحنا بما انه عم نبعت صندوقين رح نختار small parcel delivery وما بتلاحظوا هون هون عم بيقولولكن الكارير مين الشركة يلي عم تبعتلكون في عندكن شركة wing يلي صراحة بالامارات صار اسمها safe arrival ولكن بامزن بعدها اسمها wing او شركة other ما بتفرق شو هي الشركة يلي بتختاروها ان كان wing او other ما في حدا هون الغلطة انه معظم الاشخاص بيفكروا انه اذا اختاروا شركة wing وعملوا كل هيدا الشي بينتظروا انه شركة wing او safe arrival تجي هي لعندن وتاخد المنتجات لا نحنا عم نعمل خطة شحن هيدا الخطة هي بس لحتى نعطي معلومات اكتر لامزن تنفسرهم شو جاية لعندن على المستودع ولحتى يجهزوا حالهم ولكن نحنا كبائعين نحنا علينا انه نبعت المنتجات هن مش رح يعملوا شي نيابة عننا الشي الوحيد اللي بيعملوا امزن هو انه وتيكون في طلابية وتالعملاء يقوموا بشراء المنتج هن بوصلوا لعند العملاء ولكن المنتج بيكون صار already موجود بمستودعات ال FBA اوكي بتختاروا wing بتختاروا other صراحة ما في يعني بالنسبة لإلي ما في اي فرق ما عم بلاحظ انه في اي فرق سو خلينا نتركوا other ومننزل لالاسفل رقم 4 مننزل على رقم 3 عفوا هون بدنا نختار everything in one box او multiple boxes انا عم ببعت صندوق او وحدة فيها كل شي او عم ببعت multiple boxes عدد من السنة دي طبعا بالمثل ان احنا عم نستعمل وعم نبعت صندوقين يعني رح نختار multiple boxes في طرق عديدة لحتى نعبك البيانات للخطة الشحن فينا نعمل upload file فينا نعمل تفاصيل عديدة نحنا بهيدا المثل اللي هو ابسط شي ممكن رح نستعمل الweb form يعني الطريقة انه نعبك كل البيانات على موقع amazon هي طريقة اسهل شي صراحة بالبداية اول ما تبلشو متل ما بتتذكروا نحنا قلنا لامازن انه عم نبعت 100 قطعة سو هون حاطين shipping quantity shipment quantity 100 عم يسألوني units per box configuration يعني انا كم قطعة داخل كل صندوق اذا بتتذكروا نحنا قلنا 50 وكم عدد لسنادي لنا اثنين اذا بتتذكروا بيطلع هون total quantity 100 هون منوصل للبيانات المتعلقة بالسنادي ببداية shipping plan ببداية خطة الشحن سألونا عن البيانات المتعلقة بالقطعة بالunit ما يعرف بunit او الوحدة بالنسبة لامازن باخر خطة الشحن لانوصلنا تقريبا عن النهاية عم يسألوني البيانات المتعلقة بالسندوق يلي فيه بداخله القطع اوكي هون ضروري انا اكون كمان عندي معلومات صحيحة مش معلومات باختراعة اذا كانوا المنتجات بمتناول ايديكن لازم تاخدوا وزن السندوق والقياسات تبع السندوق او اذا كانوا عند المصنع فيكن تاخدوا المعلومات خلينا نحط البوكس ويت مثلا خمسة عشر كيلو خلينا بس نحط البوكس دايمنشنز هلأ كرميل المثل اربعين عشرين عشرين نعمل كونفيرم وبما انو عملنا كونفيرم وقلنا لامزن انو عنا سندو اين وتنكبس لبرينت بوكس رح يطلع عنا اتنين بار كود اذا بتطلعوا هون امزن عم بيقولولكم كيف بدون ينحطوا البار كود البار كود لازم تنحط على جنب السندوقة وتوصل على جنب السندوقة البار كود طبع الف بي اي بوكس اي دي ليبل مفروض تكون على جنب السندوقة هلأ بنحكي شوية عن الكارير ليبل على جنب السندوقة بمكان واضح وجاهز طبعا هولي بنكبس هون برينت بوكس ليبل والليبلز بيجوا يعني بملف بنعمل له داونلود او نطبعو اذا كانوا السندوقة معكون لحتى تلزقون للبار كود على جنب السندوقة او اذا كنتوا عم تبعطوا المنتجات مباشرة من الصين بكل بساطة بتعملوا فورورد لهيدا الملف وتبعطوه لعند المصنع لحتى هو يطبع ويلزق على جنب السندوقة هيدا بتكون صارت خطة الشحن من بعد ما تكون وصلتوا لهالمرحلة بتعملوا وبتنتظروا من عند المصنع هون في عدد كبير ما بيعرف شو هول التراكينج نمبر التراكينج نمبر هي طريقة لحتى تقدروا تتابعوا الشحنة تبعكم من موقع امازن من دون ما تضطروا انه ترفوتوا على موقع آخر عم بتتابعوا الشحنة مباشرة من موقع امازن ولكن التراكينج نمبر هيدا بتكون تاخدوه من عند المصنع يلي هو رح يعطيكم التراكينج نمبر الرقم يلي من خلاله فيكن تتابعوا العملية الشحنة تبعكم او الشحنة تبعكم لحتى تشوفوا وين صارت فيكن تحطوا التراكينج نمبر هون وحتى تقدروا تتابعوا وين صارت المراحل يلي وين صارت فيها الشحنة وفيكن انه ما تستعملوا هيدا شغلة اضافية زادوها امازن مؤخرا هيدا السنة على طريقة خطة الشحن لحتى يساعدونا اكتر انه نتابع المنتجات تبعنا هيدا بتكون خطة الشحن متل ما بتلاحظون ما في عليا ديت معين ما في عليا وقت معين لحتى تنتهي صلاحيتها بمجرد ما نكون عملنا خطة شحن منكون نحنا نبهنا امازن انه هول هن المنتجات هول هن الياسات يلي انا عمقوم بيرسالها لعند المستودع ان كان بالامارات وان كان بالسعودية ولكن الموضوع ما انتهى هون هلق منصير بالمرحلة التانية يلي المرحلة يلي استحدثتها سنة امازن كرميل يكون كل شي نظم بالامارات وبالسعودية هو انه تاخدوا موعد لحتى تقدروا توصلوا هولي المنتجات على المستودع امازن بالوقت يلي انتو بتكون بالنهار يلي انتو بتكون ثم ما بيكون فيه كتير يعني ضغط على المستودعات ويكون طريقة سهلة جدا مثل ما حكينا عن الخطة الشحن طبعا بالبداية بتحسوا انه شوي مربكة وشوي فيه شربكة ولكن صراحة بعدين بعد فترة رح تلاحظوا انه شغلة كتير بسيطة ورح تتعودوا عليها قبل ما ننتقل لحتى فرجيكم بدي اعرض عليكم مقابلة كتير مهمة عملناها مع ايهاب الارفلي يلي هو مدير شركة E-Shopify Fulfillment يلي هني صاروا اشخاص محترفين ومختصين بتوصيل المنتجات على مستودعات امازون بالامارات خلينا نشوف ايهاب شؤال عن التوصيل لمستودعات امازون ونرجع مننتقل للكارير سنترل اهم المشاكل ازاي نحدد معاد مع مستودعات امازون حتى بعد امازون ما بيحدد لنا معاد في بعض الامور تانية بنقابلها بعد كده ودي من اكتر الحاجات المهمة اللي بتقابل الناس عندما يجي هيحددوا معاد مع امازون الفترة اللي فاتت الاسف الناس بقت بتروح من الساعة واحدة الفجر اثنين الفجر ويفضلوا قاعدين لحد ساعة 8-9 الصبح عشان يضروا يسلموا البضائع لانهم لو اخدوا معاد امازون كان بيدلهم الموعيد بعد ثلاث اثباع او بعد اسبوعين وبعد كده بعد ما اتفتح مستودع تاني اللي هو اسمه DXB4 الموضوع خفه بقى منظم اكتر فقل العدد بتاع اللي هو تسليم البضائع بدون ميعاد بدون اخذ ميعاد بدون اخذ الميعاد ده موجود في DXB3 DXB3 فقط مش موجود في DXB4 حالين تاني بقى لهم اربعة ايام رجعوا تاني بقوا يقدروا يستلموا اربعة تلاف قطعة لعدد اربعين شخص او اربعين اكاونت كل يوم فيه تغيير يعني ساعات الواحد بيقل ان هو مسلا يزيع خبر وبعدين يقول لك لقى الراجل ده معلوماته خاطئة الكلام ده مش صحيح هم نفسهم بتوع امازون بيبكونوش عارفين لان مثلا او ممكن يكون المستودع عندي مليان على الاخر فايقول لك لقى انا خلاص ندى انا حاخذ الفين قطعة بدون اخذ ميعاد بعدين فجأة مثلا يبيعوا المكان في فضي جوه مستودعات امازون فيبعندهم مستعدات دي ياخدوا تلات تلاف قطعة من الناس فياخدوا مثلا تلاتين شخص المعلومات اللي هي المطلوبة هم حاجتين مهمين جدا اللي هي بعد البائع ما بيعمل خطط الشحن بيطلع له الشيبينج لابل انا ببقى محتاج الشيبينج اي دي اللي هو بيعتور جزء من الاف بي اي نومبر ومحتاجين الريفرنس بتاع الامازون امازون اي دي وطبعا الفندور نيم زي ما هم متسجل كام كارتونة وكام يونيت هو بيديني المعلومات دي انا بحدد المعاد فيه ناس بقعين هم بيحبوا يفضلوا انهم هم يحددوا المعاد وانا ما بورشاش ده اول لان هو ممكن ياخد المعاد مثلا ممكن امازون يدينه تلاتة الفجر طب مين اللي حيوصله البطاعة ساعتات الفجر فيه شركات كوريا وده بيحصل حقيقي ان فيه شركات كوريا بتقولك اه اوكي يرجع تاني البيع ياخد المعاد فيه يجيله المعاد بعد اسبوعين بعد عشر تيام لو انا مثلا انا مثلا كابقى اقدم الخدمة دي انا بصير ان انا انا اللي احدد المعاد لان انا بقدر بقدر ازبط بقدر ازبط الامور هو بيقوله كده زي ما بنلعب جيم مع امازون مع الكارير سنتر اللي هو ناخد المعاد ممكن الغي ممكن اطلع نصف ساعة انزل نصف ساعة ادخل حاجة تانية نظر ان احنا نتحكم في القصة دي فطبعا من الافضل ان احنا اللي نقدم المعاد احنا اول ما بدأنا كباقعين على امازون شفنا بعض الفيديوهات على يوتيوب وكررنا انا وشريكي ان احنا نجيب بضائع من الصين ونحطف مستودعات امازون ومرنا بالمرحلة دي واجهنا كل خطوة كان فيها مشكلة فحبينا حبينا نقول الله طب ما في ناس كتير جدا بتقابل نفس المشاكل طب ما احنا نحل المشاكل دي نفتح شركة ودليفري في نفس الوقت ان احنا نقدم الحلول حلول المشاكل دي للباقعين على امازون احنا متخصصين لامازون حتى احنا احنا مثلا كباقعين على امازون فاحنا فاهمين الدورة بتتم ازاي من ساعة ما بنجيب البضاعة من الصين كمثال حتى حتى اضحب مستودعات امازون متل ما حكي ايهاب هلأ صار وقت ناخد موعد بالكارير سنترل من امازون لحتى نقدر نوصل منتجاتنا على امازون وما يكون عندنا اي مشكلة نظام الكارير سنترل هو carriercentral.amazon.ae رح اترك لكم الرابط هون ورح اترك لكم الرابط بصندوق الوصف باسفل الفيديو اذا كنتوا عم تبعتوا على الامارات اذا كنتوا عم تبعتوا على السعودية بتشيلوا .ae وبتحطوا بديلة .sa الكارير سنترل هو نظام موجود عالميا لكل الامازون وهو بيشتغل بنفس الطريقة ولكن بالبداية اذا هادي اول مرة عم تستعملوه ضروري تعملو sign up ضروري تعملو حساب على الكارير سنترل وبتستعملو البيانات يلي انتوا عندكن ياها للحساب تبعكن يعني نفس الايميل ونفس الباسورد ولكن ضروري تعملو sign up شغلة بسيطة جدا بتفوتوا بتكبصوا هون بتعملوا sign up ما بيطلبوا منكن الاوراق يلي بيطلبوها وانتا تعملو حساب على امازون لشغلة بسيطة جدا بيبعطولكن ايميل وبيصير الحساب تبعكن جاري خليني انا اعمل log in لحتفرجيكن كيف بدنا ناخد موعد طبعا متل ما لاحظتوا في عدد كبير من البلدان اذا كنتوا عم بتبيعوا على كل هول البلدان بتختاروا البلد اللي انتوا بتكون ياه نحن عنا الامارات هون وعنا السعودية هون رح نشتغل نحن هلأ على carrier central للامارات اول ما تفوتوا على الحساب تبعكن دغري مباشرة بوجهكن على هايدي الصفحة اللي هي appointment information بدنا ناخد موعد طبعا بالبداية اذا بتلاعظوا في عدد كتير كبير من ما يعرف بالFC يعني fulfillment center او المستودعات اذا بتكبسوا هون بتشوفوا انه في عدد كبير 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 للمستودعات داخل الامارات ولكن مش كل اياتهم المستودعات منقدر انه نوصل عليهم المنتجات تبعنا معظم المستودعات يعني لحد ديت هلأ بالنهار يلي انا عم صور فيه هيدا الفيديو في فقط مستودعين بيقدروا بيقبلوا امازون انه نوصل المنتجات عليهم بالامارات يلي هن دي اكس بي ثري و دي اكس بي فور هيدوليك المستودعات هن خاصين بامازون ونظام امازون ممكن مستقبليا يكون في مستودع بعد اكتر اكيد رح يكون فيه ولكن انتو بتختاروا المستودع مش حسب انتو شو باتكن ولكن حسب خطة الشحن يلي عملناها سوا هلأ قبل بشوي شو اه ازا بتتذكروا خطة الشحن قلت لنا دي اكس بي فور هيدا هو الشي يلي نحنا بدنا نختاره بدنا نختار دي اكس بي فور هوني عم يسألوني لفريت طيب طبعا هون التفاصيل نحنا قلناهن قبل بخطة الشحن ولكن هيدا بدنا نحكي انه هيدا نظام مستقل منه نظام متعلق بامازون تبعكن مية بالمية خلينا فكروا فيه انه هيدا نظام مستقل نظام بس لاخد الموعيد فما تستغربوا انه فيه نفس الاسئلة مرة تانية بتكون تجاوبوا عليها الفريت طيب يعني هل ياتورا نحنا بيعطين تراك لود بيعطين شاحنة كبيرة كلياتها منتجات او عم نبعط لس دا نتراك لود اقل من شاحنة مليانة منتجات نحنا بهايدا الفيديو عم نبعط صندقان يعني اكيد عم نبعط لس دا نتراك لود متل ما حكينا قبل البالت هي الطبلية الخشبي اللي علايا عدد كبير من الكاراتين وبكونوا ملفوفين كلياتهم سوا امازن عم يسألوا هل ياتورا يعني ضروري هاي دي اكتر لحتى يعرفوا شو هني المعدات اللي بدون يستعملوها لحتى يستقبلوا المنتج تبعكن اذا عندكن شاحنة اذا كانوا المنتجات في معدات مختلفة وفي اماكن مختلفة رح يبعطوكن داخل المستوضع طبعا نحنا مش لانه عم نبعط صندقان فقط يعني كمان هل ياتورا فينا نستعمل يعني معدات معين اللي حتى نقدر نسحب الكاراتين وكل هيدا الشي هولي كلا ياتون للكميات الكبيرة اذا كنتوا عم تبعتوا كميات كتير كبيرة على امازن لذلك نحنا رح نحط هوني بيسألونا شو هو رقم رقم التريلر نمبر رقم الشاحنة تركوه هيدا فاضي لانه نحنا يعني مش ضروري يكون مليان واذا انتم ما كنتوا شركة شحن مش حيكون عندكم هول الارقام هوني اهم شي عم يسألونا اي متى نحنا بدنا ناخد موعد صراحة باوقات معينة وتيكون في كتير ضغط على المستودع حتى اذا طلبتوا الموعد اللي انتم بتكن يه هيدا ما بيعني انه امازن رح يعطوكن الموعد اللي انتم حابينه وبالوقت اللي انتم بتكن يه لذلك لحتى تجربوا تتأكدوا انه تاخدوا الموعد بالوقت اللي مناسب لالكن لانه ممكن امازن يعطوكن موعد الساعة 11 بالليل او الساعة وحدة الصبح يعني غريب كتير الموضع لانه اوقات عم يشتغلوا خاصة بالاشهر اللي فيها كتير ضغط عم يشتغلوا لساعات طويلة مدى الساعة يعني مدار النهار اوقات لذلك انا دايما لحتى نكون لانه رح يكون شوي صعب انه امازن يقولكن موعد بنفس النهار لذلك اطلبوا دايما اعطوه مجال يوم او يومين لحتى تتأكدوا انه تاخدوا موعد بالوقت اللي انتو مناسب لالكن طبعا فيكن تاخدوا الموعد اللي بالوقت اللي انتو بتكون يا حرين ولكن هيدا نصيحتي انه اعطو الموضوع مجال انا رح اختار نحن عم نصور هيدا الفيديو بتسعة وعشرين نوفمبر رح اختار ديسمبر ون بالساعة اللي انا بدي اياها خلينا نقول الساعة تسعة الصبح رح اطلب الساعة تسعة الصبح ممكن يعطوني الساعة تسعة ممكن يعطوني الساعة عشرة ممكن يعطوني تاني نهار بغير توقيت ولكن يعني هيدا اسهل طريقة فاضين لانو انتو باقعين يعني مش فندرز مش شركات كتير 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 كبيرة ولكن البي او ال لست يلي هي هون بدنا نستحوز وبدنا ناخد الاف بي اي اي دي يلي طلع مع الشحنة ناخد الاف بي اي اي دي نعمل لو كوبي نعمل لو بيست الفندر نيم اسم كون اسم المتجر تبعكن بيرجعوا بيسألونا هون pallet count هل يطرع عم نبعط pallet نحنا ما عم نبعط pallet نحنا عم نبعط carton count send in كمية unit count انتبهوا هون هن عم يسألوا العدد الوحدات مش كل وحدة باي كم كارتوني يعني ما بدنا نحط هون خمسين بدنا نحط هون مية وبآخر شي اللي هي p.o list هون بدنا نحط الامازون reference id الامازون reference id رح ياخد بضعة الدقايق لحتى يظهر على الصفحة ومن بعد ما تكونوا عملتوا الشيبينج بلان لازالا رح انتظر شوية لحتى يطلع الامازون reference id وبرجع وبرجعلكم لحتى نكمل الامازون carrier central موعد عملت refresh وظهر الامازون reference id ناخده هون نعمله كمان copy الامازون reference id alpha numeric يعني ارقامه احرف دايما نعمله بنحطه هون ومنكبس request appointment وهيدا كل شي اذا لاحظته appointment created successfully هلأ صار فينه غيره وعدل على الموعد ولكن بعد الموعد منه مؤكد مية بالمية بيتأكد الموعد وقته امازون بيبعطولكن ايميل على الايميل الخاص يلي عملتوه وقته فتحتو الحساب تبعكن على امازون كارير سنترل عم بيأكدولكن الموعد وعم بيعطولكن كل التفاصيل هيدا الايميل يلي بينبعد بيكون بداخله بار كود وهيدا الايميل ضروري انه ينطبع لانه ضروري يكون معكن وقته تروحوا على الموعد تبعكن او تيروح لشركة الشحن وقته يوصل المنتجات تبعكن على مستودعات امازون فيديو طويل ولكن فيه معلومات كتير مهمة انشاء الله تكونوا استفدتوا ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتشتركوا بالقناة اذا بهمكن تعرفوا معلومات رح نقوم بنشرها مهمة جدا لحتى تأول مبيعات تبعكن بسنة العشرين وواحدة وعشرين انا بشوفكم بفيديو جديد مع معلومات جديدة باي اشتركوا في القناة